بس في حاجة مهمة جدا انا بشوف ان زمالك عمل غلطة كبيرة لما راح لباتشيكو في المرة الاولانية اللي هي كانت يعني الولايته التانية وراح قاله انت هتقعد معانا موسم والمتبق من الموسم فهنا حصلت المشكلة ان لما ابتدى الموسم بقى بشكل مش كويس او لما تغيرت الادارة وجات ادارة جديدة ورتقيت لك لأ انت مش موقفك في دورة الابطال مش كويس حتى لو في الدورة كويس فهنمشيكو هنروح نرجع كارتيرون فكانت هي دي بقى الازمة فدخل باتشيكو في خلافاته لحد دلوقتي لسه مستمرة بسبب بقى فلوسه ومستحقاته وبتاعه والقصة دي فانت دلوقتي باتشيكو لما يرجع انت دلوقتي بنقول ان هي short term plan يعني انت الراجل ده هتيجي تقول له يا معلم انت معايا لحد نهاية الموسم وفي نهاية الموسم نقيم الدنيا لان انت دلوقتي عندك بوعبع اسمه بيرامدز وان اول مرة اشوف بيرامدز بالقرب دة من المنافسة عن الدوري يعني بيرامدز السنين اللي فاتت كان دايما تقول والله فرقة حلوة بس لو المدرب فرقة حلوة بس لو الحارس فرقة حلوة بس خط الدفاع الآن دي لا ترانبت حكة ليه ليه نقط نفس السيرة دي من يومين اول مرة من 3 سنين تحس بقى ان البرامد منافس حقيق بالضبط وبرامد كان عنده لعيبة حلوة السنين اللي فاتت بس دلوقتي فرقة حلوة مع مدرب جامل مع لعبين فيهم انسجام حلو فأنت تتكلم في فرقة حيات إيه لا دلوقتي فرقة منافسة حقيقية مش فرقة بس بالداية الأهل والزمال بالضبط وأنا بتفرج يعني على أغلب مطشطهم فأنا شايف أن في يعني اللعيبة حتى كمان مرتاحة في الملعب صفقاتهم سواء اللي كانت في بداية الموسم زي وليدي الكارتي أو اللي اتعاملت في يناير يعني أضافت للفريق زودت جودة الفريق فبقى قادر ينافس على جابهتين يعني قبل كده البرامدز لما كان بيركز في الكونفودرالية ضيع الدور ولما كان بيركز على الدوري كان بيضيع المشاركة في البطولات الإفريقية فهو دلوقتي تحس أنه عنده فريق قادر فعلا أنه يبقى رخم في الدوري يزاحم الأهل ويزاحم الزمالك وفي نفس الوقت يكمل طريقه في الكونفودرالية وعايز أقول لك على حاجة يمكن لسه يعني ما اتعلنتش بشكل رسمي أن البرامدز دلوقتي بيسعى أنه يصدف نهاء الكونفودرالية يعني هم قدم طلب للكاف يعني الناس خطتها أن هي عايزة تلعب النهائي وعايزة تلعب النهائي على ملعبها طيب الجزء بقى الأخير في القصة دي أن في حاجة مهمة جدا أن الزمالك طبعا القائمة بتاعته منقوصة كثيرا بسبب أزمة القيد فبطى النهاردة لما تروح تجيب مدرب لازم تبقى عارف المدرب ده بيلعب بطريقة إيه علشان ما يجيش يتفاجئ أن مثلا يعني أنت روح تجيبت مدرب بيلعب بـ 3-5-2 مثلا يعني فراجل جيت فاجئ أن القائمة مفاش لعيبة تساعد وتلعب 3-5-2 فتدخل في مشكلة فالحاجات دي بقى اللي هي الخطة طويلة تلأمد وأن أنا أجيب بقى مدرب ويعجبني طريقة لعبه وفكره وأجيب له الصفكات اللي هو عايزة دي في الصيف صحيح كنت دلوقتي عايز مدرب إنقاذ الموسم صحيح شكرا